لم تتوصل القوى السياسية السنية إلى توافق موحد بشأن اسم المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي برغم العرف السياسي السائد بأن الموقع يعود إلى المكون السني عرف وإن لم ينص عليه الدستور لكنه لا يتعارض مع مواده الحال إن التنافس بين القوى السنية اشتد حتى وصل إلى تسعة مرشحين في ظل غياب الاتفاق على شخصية واحدة مع اقتراب جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب الرئيس إذا لم يتم الاتفاق والإعلان عن الاسم في الأيام القادمة ممكن أن يذهب البرلمان إلى إعلان اسم المرشحين وبالتالي التصويت تحت قبة البرلمان على من يحصل على الأغلبية المطلقة يصبح رئيسا برلمانا للعراق وكذلك النائبين الأول والثاني ربما للمرة الأولى يحدث هذا التنافس وهذا العدد من المرشحين فالأنبار دفعت بالحلبوسي وصلاح الدين بأحمد الجبوري والموصل بخالد العبيدي وبغداد بوسامة النجيفي وكركوك بمحمد تميم إضافة إلى مرشحين آخرين حتى الآن لم يبرز الأوفر حظة فكل كتلة تتمسك بمرشحها ما يؤشر إلى تعقيد داخل جلسة البرلمان المقبلة بالسابق كنا نشاهد مثلا ثلاثة محافظات سنية تدعم رئيس البرلمان الآن حتى محافظة بابل دخلت على الخط من خلال ترشيح سيد العزاوي رشيد العزاوي وكذلك محافظة كركوك من خلال دعم وزير التربية الأسبق محمد تميم لهذه المناصب الآن تقريبا هناك ست محافظات تصارع على هذا المنصب لم يكن السجال على شخص رئيس البرلمان وحده ما يشغل بالساسة العراق فنائبا الرئيس الكردي والشيعي هم الآخران مثلا عقدة إضافية نتيجة عدم الاتفاق عليهما أيضا التنافس على قيادة بيت التشريع في العراق على ما يبدو لا يقل حدة عن تنافس باقي المكونات على رئاستي الجمهورية والحكومة فتسمية رئيس البرلمان قد تمهد لما بعده لكونه مفتاح التوافق بين الأفريقاء محمد الفهد بغداد الميادين